طيب ناس كتيرة بتقولي طبا انت بتتكلم على من 12-23-26-3 تجمع منتخب انت ناسي ان فيه مباراة للأهل مع امبي في التوقيت ده؟ لا انا مش ناسي التوقيت اللي احنا كنا بنتكلم عليه ان الربطة حددت ان الاهل هيلعب مع امبي يوم 15 مارس اوكي؟ فكين لما طلقت واتكلمت في بنامج التريند هنا وقلت لكم يا جماعة فيه مشكلة ما بين إدارة المسابقات في الربطة مع جهاز المنتخب ولو مباراة امبي والأهل ما حصلش فيها تعديل على اول تجمع للمنتخب في منتصف مارس ومع انعقاد مؤتمر صعفي لكابتن حسام حسن هيبقى فيه ازمة وفيه مشكلة وما تستغربوش لو كابتن حسام طلع يتكلم على ان اللي حصل ده عدم تنصيق وتهريج قلت لحضراتكم انا فاكر كويس جدا قلت لكم اللي حصل الاسبوع اللي فات ان فيه مشكلة في مباراة الاهل وامبي وان الرابطة بعدما اجتمعت مع الجهاز الفني للمنتخب بلغت كابتن عامر حسين ان مباراة الاهل وامبي 15-3 لما تم تسكين معاد المباراة واعلنت بشكل رسمي معلوماتنا وانا قلت لحضراتكم هنا التفاصيل دي الاسبوع اللي فات ان جهاز المنتخب متضايق جدا من اللي حصل لانه هو طلب ان المعسكر يبدأ 12 قبل الاجندة ب6 ايام بكل اللاعبين المحليين فلما تحط مباراة الاهل وامبي في نص المعسكر هياخد لعبة الاهل ازاي؟ في ظل انه ممكن ياخد من امبي اتنين لعيبة دي معلومة جديدة هوب والله حضراتكم ممكن ياخد من امبي كمان اتنين لعيبة فانت بتتكلم متش الاهل وامبي الواحد ممكن المنتخب محتاج منه مش اقل من تمال الى عشر لعيبة فازاي هيعمل معسكر بدون هذا العدد نهاردة في معلومات جات لنا برضو لسه طبعا الربطة مش هتعلن دا دلوقتي هتسيب الناس مشغولة شوية بالاهل والزمالك وبعد كده تعلن ايه؟ ما بين السطور ان ماتش الاهل وامبي تأجل طبقا لرؤية الجهاز الفني للمنتخب بس في نقطة مهمة لما يتم الاعلان عن تأجيل مباراة الاهل وامبي مش عايز اسمع بقى ايه؟ حد خفيف او ضمه ظريف يطلع يقول لإحصائية ماتش الاهل وامبي تأجل ماتش الاهل وامبي تأجل عشان الجهاز الفني المنتخب طلب تأجيل المباراة لا الاهل طرف ولا امبي طرف اصحاب الاحصائيات الخزعبلية اللي يقول لك الدوري الاهل اللعب لما لقوا بقى ايه؟ لما لقوا ان الاهل لما طلعنا احصائية الاسبوع اللي فات ولقوا ان الاهل اكتر فريف ومصر لعب مباريات فزعلوا قالك يعني ما انت كده بتبوض شغلنا ينفع الكلام ده لا 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 طلع احصائية تانية ايه يا الاحصائية؟ يقول لك ان الفرق اللي اتلعى مع الاهل في دوري الابطال لعبة مباراة في الدوري اكتر من الاهلي والله دمك خفيف يقول لك ايه؟ الولاد لعب 30 مباراة ساندونز لعب 27 مباراة انت لعبت كم مباراة في الدوري 7 مباراة والله بالهزة صح؟ هو انت عندك مواعيد الدوريات دي بدأت قمت يا فندم ولا ما عندكش المواعيد دوري المغربي بدأ قبل الدوري المصري بشهر بدأ قبل الدوري المصري بشهر الدوري الجنوب افريقي بدأ قبل الدوري المصري باكتر من 40 يوم عندك المواعيد ولا ما عندكش بس هي الناس عندها حساسية كل ما نرد ونسبك للناس ان الناس دي بتحاول تلصق طهم بالاهلي انه هو السبب فيما يحدث فيه جدول الدوري لان محدش فون بيجرؤ بيجرؤ يوجه كلامه للربطة لكن يقولك ايه الاهلي منها انه هو ايه يركب الترند يقولك انا بتكلم على الاهلي فجمهور الاهلي هيتفعل ما اللي بقوله فيخش بقى ايه يشتموني او يردوا علي او 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 فيبقى فرحان او ينتقدوني فيبقى فرحان فيه ناس على فكرة بتحب تعمل ده تعمل الحاجة الشزة او الحاجة السلبية عشان تتهاجم فيبقى ركب الترند فيه ناس بتحب كده طبعا ده كلام فارغ ده مش اعلام ولكن النهارده ماتش الاهلي وامبي هيعلن قريب جدا انه هيتم تأجيله وانا بقول لكم خلاص يعني تم اختار الجهاز الفاني المنتخب الماتش ده مؤجل هزيدكم من الشعر بيت كابتن حسان حسن وجهاز المنتخب امبره كان حاضر ماتش الاهلي وانجي افريكانز في صدق قاهرة وبلغوا الناس ان المباراة اجلت بالفعل مش الناس الجماهير لا بلغوا كابتن محمد الشناء وبلغوا كذا حد من الموجودين من الاهلي امبرح في المباراة انهم اتبلغوا من الربطة ان المباراة اجلت بس فيما بعد لما المباراة اتأجل وتعلم بشكل الناس من انها اتأجلت الناس هتطلع وتقول هو الاهلي سبب التأجيل ولا هيكون عندهم القدرة والشجاع ويقولوا ان الكابتن حسان حسن هو لطلب التأجيل لما نشوف بقى شجاعة الناس والمواجهة هل هتواجه ابراهيم وحسان ان انت كده بتبوز الدوري ولا هتقول الاهلي اتأجلت له مباراة تفرق كتير على فكرة المعنى هنا يفرق كتير هتقول حسان مباراة اجلوا المباراة ولا هتقول الاهلي اتأجلت له مباراة المعنى يفرق كتير بس احنا هنا مش هنعدي اي سطر بيتقال او اي كلمة بتتقال هنبقى حارسين جدا على توضيح المواقف دي لان انا اكدت كذا مرة الاهلي اكتر فريق لعب في مصر مباراة محلية وقرية وافريقية ودولية اصحاب الاحصائيات هل عيطلعوا رقم يقولك هو الاهلي او الزمالك لعب 17 مباراة ما بيجوش جنب الحتة دي خالص محدش طلع لحصائية وقال لي ايه الزمالك لعب 17 مباراة او واجه الربطة وقال لهم هو ليه الزمالك لعب 17 مباراة محدش بيعمل ده فخطوة استبقية بنقول لحضراتكم بالتأكيد على فكرة مباراة الاهلي وانبي والقرار المنتظر خلال الساعات المقبلة